كولر فلسفة غريبة شوية بدأ بسيستن ودلوقتي بلعب بسيستن داري مختلف شايف الاختلاف ده بسبب ايه؟ جميل السؤال ده بص شوف مارسيل كولر في وجه تنزل اول ما جيه وطبعا احنا عارفين مارسيل كولر كان بقاله فترة ما بيدربش ومارسيل كولر احنا اتفقنا احنا نتعامل مع مدير فني اكاديم ده بالضبط يا محمد الراجل اللي اتخرج من الكلية خلص واخد الماجستير خلص خد الدكتوراه خلص جمع كل الكتب اللي دراسها في حياته وعمل مكتبة في البيت عنده وعمل مكتبة بتاعه وعاف الناس دي؟ ايوه ده مارسيل كولر بيمشي بالكتاب زي ما تعلمت انا مارسيل كولر مؤمن ان ما فيش تغيير يتم قبل تغيير ستين ممنوع ممنوع ايه جارية النتيجة ممنوع بصد هو دائمان انت بتتكلف معتقداته اللي هو اصلا ما تحاولش تقرف منها ايوه بص تاني احنا هنفصص الموضوع اللي بقول لك سؤالك حلو جدا هو الراجل ده من مدرسة دي انا ما بغيرش تاني انا بتحكم في لفل عصبيتي مع اللعيبة بالاسلوب اللي انا شايفه مش اللي انت شايفه انا مش مراية انعكاس للجمهور ومش بتأثر ومش بحاول ارض الجمهور هو بقول كلام حيو ده من الجمهور بس نبي حاولش يرضيه خلي بالك مش من المدرين فنيين اللي بص يلاقي الجمهور مدايف راح اقري طب ما اطلع ايه اقول لهم كلمتين كده عشان ايه ما يزموش علي حتى في اسوأ الاحوال يوم الخامسة هو تحمل المسئولية فحب نتكلم على مدير الفني اكاديمي دايما انتازم تعرف المدير الفني الاكاديمي بياخد وقت شانيتعلم زي الكتاب اه فيش تعليم بيتم منك تقره وخمس زياد لا لازم تستنى شوية وتصبر اعتقد ما في الكولر اول ما جيه بيلعب كرة جمالية كرة مفتوحة كرة اوروبية تامة حتى ايفل لو كاتمشة في الدوري شوية ان تابع المستوى في الدوري اضعف بكتير من افريقيا حتى لو كان في الاختلاف يعني فاستقول لك ايه لا دي فرق ضعيفة لا يا حبيبي المفاكة مش فاكة فرق افريقية ضعيفة لا هو اسطوب لعب مختلف انت مش بتعود عليه عدم التعود ده في حد ذاته صعوبة عليك صح زي بالزب بالزب لما بتلاقي الفرق الاوروبية بتلاعب الفرق الافريقية والاسيوية بتعاني بتحل بتعاني عشان هي مع اضعف لا لعب مختلف ريال مادريد على قدام الاهلي ومش عالي في لعبة الاهلي ما بيلعبش بالنظام اوروبا العين لما لاعب ماتش حيلي قدام الريال مادريد لما كان حسين الشحات مع العين العين بيلعب اسلوب اللاعب الانديل الاسيوية والانديل الافريقية للفرقة دي يا محمد عشوائي بالزب هم بالنسبة لهم هم ده اسلوب لعب عشوائي حبيبي دلعب بسليب مختلفة بيقعد كده شوية لغاية لما يبدأ يفهم بيستوعب هو فيه ايه للاجواء لهذا فيه ايه نازل تلعب ازاي فانا بقول ان مارسيل كولر قاعد بقى فترة غاية بالزب بالزب جال نقطة التحول خماسية سانداونز لان هو في ماتش سانداونز اتناك في بريتوريا ارتكب خطأ فادحة انك روح لعب الضغط عادي فماتش ساعة تقطع العصر في حاجات انت كنتش حاسبها من ساعتها هدو كده الشريط هتلاقي ان الشيفتنج حصل عند مارسيل كولر من ماتش ده وده ظهرت في النتائج حتى كله هبنتكلم النادي الاهلي بعد ماتش سانداونز خمس مباريات اعتقد في افريقيا او ماتش لا من ماتش اللي هو تعالي باكات 2 اتنين في القاهرة هو رح كسب القطن اه اربعة اه وبعد كده واجه الرجاء زهابا ايار لا هو القطن كان قبل الهلال اه القطن والهلال بعدها هو اللاعب القطن ايوا وبعد كده لاعب سانداونز لا سانداونز التاني صح طلع من سانداونز على الكاميرو كسب في الكاميرو الاربعة تمام بعد كده ختم مع الهلال في القاهرة كسب ثلاثة تمام بعد كده لاعب الرجاء زهابا وايابا تمام بعد كده دلوقتي كسب الترجي يعني خمس مباريات خمس مباريات كلين شيت بالزبط خمس في ايه في افريقيا مع مدارس كاروية مختلفة مختلفة جدا حتى لو ضعيفة لكنها مختلفة ما ستبقى أسامهم أسامي الهلال الترجي أبطال دولهم أبطال دولهم في أسراك بالزبط يعني القطن ده بطل الكاميرو الهلال بطل السودان الرجاء بطل الماركو ما نتكلمش على فرقة متوسطة أو فرقة صغيرة وبالتالي الرجل بدأ يفهم ان فيه منظومة وفيه اسطوب لعب معين اللي لازم تلعب بيه ومن ساعتها نتائج الفريق كمان في الدوري المحلي تحسنت جدا 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 والمنظومة الدفاعية للنادي الأهلي السنة دي أفضل بكتير عن المسلمين اللي فاتوا الأداء البدني للنادي الأهلي في هذا الموسم أفضل بكتير الدليل النادي الأهلي بيلاعب بيرامد زي محمد مئة وعشرين ديئة مرتين في أقل من شهر مئة وعشرين ديئة مرتين علي معلول بيكملهم بيكملهم كلهم والمجهود البدني ما قالش بيعمل تاكلينج في الديئة مئة وطمانتاشرة أصغر ضده ولد أصغر منه بحوالي 8-9 سنين محمد الشيفي فأنت بتتكلم لها واضح جدا جدا الرياضيا الراجل ده وجهازه الفني المساعد عمل طفرة في الأداء البدن ما تشترجي 3-0 انت رايح 96 واخد الكورنر الحاكم صفر بعد الكورنر بتاعك مش بتاع الترجي اللي هو ماذوق فلا كل دي مؤشرات بتقول إن مرسيل كورنر فعلا مريفاني أكاديمي وكنا لازم طبعا طبيعيا ان انت لازم تبدل وقته وتصبر عليه شكرا شكرا شكرا